الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية البلكونة اه في اللمنام. هنعرف اهم البشرات اللي بيتحملها لنا رؤية البلكونة. اه اولا رؤية البلكونة بشكل عام من الرموز المبشرة بالنجاح اه للرأي ونجاحه في فترة اه قصيرة. كمان الوقوف في البلكونة من الرموز اللي بتطلع على تحسين اه في حالة الرأي او في وضع المادي او الاجتماعي. كمان اه الوقوف في البلكونة اه برضو من الرموز لما شوف انه اه شايف منطقة اه زحمة بالناس ودوشة احيانا بتطلع على تعب او اه مشاكل. اه انهيار البلكونة او سقوطها احيانا بتطلع على اه وجود شخص اه محيط بان رأي الشخص ده بيدبر لي اه مكيدة. اما رؤية البلكونة شكلها حلو ومليانة اه زرع ومليانة ورد. كل دي من الرموز اللي بتطلع على السعادة وعلى زوال الهموم وزوال المشاكل. كمان رؤية البلكونة بالنسبة للرجل. لما يشوف انه اه بيحلم بيه اه بلكونة احيانا بتدل على مشاكل هو هيتعرض لها. اه كمان اه ممكن تدل على حدوث امر مش هيكون اه سعيد لي. كمان لما يشوف انه اه بيتبول في البلكونة فاحيانا من الرموز اللي بتطلع على اقتراب خير لي. كمان المية في البلكونة بتطلع على شخص آآ متعب او شخص مصير للفتن. آآ كمان لما يشوف آآ نفسه واقف في البلكونة والبلكونة آآ شكلها جميل وآآ بتطلع على منظر حالو. كل دي من الرموز اللي بتطلع على انتصاره. آآ حدث آآ سعيد. آآ ممكن يكون آآ خاص بحمل اللي زوجته. ممكن يكون آآ عودة شخص آآ غايب. يعني من الرموز اللي بتدل على حدث آآ سعيد هو منتظره. ان شاء الله آآ هيحصل. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف نهاية بتفتح بلكونة البيت بتاعها. فاحيانا بيدل على انتقالها لبيت جديد. او لبيت آآ افضل. آآ كمان ممكن تدل على آآ بتكون بشارة ليها بآآ انها ممكن تشتري آآ عربية جديدة او سيارة آآ جديدة. لما تشوف انها وقفة في البلكونة وشافت طفلة آآ جميلة. فدي من الرموز المبشرة ليها بزوال الهموم بزوال المشاكل. آآ كمان من الرموز المبشرة ليها بالحمل. آآ كمان الفتاة العزباء. الفتاة العزباء برضو لما تشوف انها وقفة مع شخص هي بتتمنى ان هي تتزوج آآ آآ منه. آآ فبردو من الرموز المبشرة آآ 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 الزواج. ويكون هو رمز للزواج. آآ كمان الوقوف البنت في البلكونة وتشوف ان هي بتودع شخص في الوداع ده من الرموز اللي بتدل على الفراء ما بينهم. آآ آآ اما رؤية الوقوف في البلكونة آآ آآ مع آآ رجل آآ غريب. احيان بدل على يعني آآ قوة شخصيتها واعتمدها على آآ نفسها. كمان قدرتها على حل مشاكل آآ آآ أو حل آآ خلافات كانت ممكن تقع آآ فيها. كمان البلكونة الواسعة في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على رزق وعلى رزق آآ آآ واسع. البلكونة النديفة آآ آآ برضو ده آآ بشارة بزوال هموم بزوال آآ 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 كمان بشارة بمستقبل آآ آآ مشرك. كمان البلكونة القديمة آآ آآ من الرموز اللي بتدل على آآ 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 يعني لو كانت متكسرة او مت متهدمة فمن الرموز اللي بتدل على مشكلة او هم هيقع فيه الرأي. البلكونة الميلة لما يشوف الشخص نواف في بلكونة آآ آآ ميلة. بده خوف وتوتر آآ آآ وقلق من المستقبل. لما يشوف الشخص انه بيبني بلكونة جديدة فبشارة ليه بحظ سعيد. المرأة المطلقة كمان لما تشوف انها وقفة في البلكونة. وشافت البلكونة شكلها آآ جميل وكمان آآ واسعة. فكل دي من الرموز اللي بتدل على آآ آآ متعادة على آآ زوال الهموم. آآ كمان على صروة كبيرة هي هتحصل عليه في الفترة هتحصل عليها في الفترة القادمة. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي آآ وقفة او بتنظر من البلكونة وهي صواهيرة آآ وما كانتش آآ جميلة بالشكل الكافي او كانت مكركبة او كانت مقصرة او كانت غير نظيفة. فكل دي بتدل على حزن آآ هي للأسف هتمر بي او فترة من الهموم هتمر آآ بي. آآ لو شافت ان هي بتحاول ت تنظف البلكونة او تجملها او تخلي شكلها آآ حالو فدي محاولات منها لحل آآ مشاكل آآ في حياتها وخلصها من آآ هموم او من خلافات آآ كمان آآ بشارة بنصر ليها لو كان عندها آآ خصومة. كمان المرأة الحامل لما تشوف البلكونة. وتشوف ان البلكونة شكلها حلو. فيها ورد فيها آآ زرع. كل دي من الرموز المبشرة ليها آآ سواء بآآ انتقالها لبيت جديد وبيت هيكون افضل. كمان من الرموز اللي بتدلها على سعادة وعلى آآ فرحة. العكس بقى لما تشوف المرأة الحامل ان هي قعدة في آآ بلكونة وكانت آآ صغيرة. او انها قعدة في بلكونة هي مش مرتاحة آآ فيها او مش مترتبة. للأسف كل دي من الرموز اللي بتدلها على مشاكل وعلى آآ هموم. كمان البلكونة الوسعة النجيفة بشارة لها بسعف رسقها. كمان بولادة سهلة. آآ ولادة آآ ميسرة. آآ لما تشوف المرأة كمان ان هي آآ جلسة في آآ البلكونة آآ وتشوف ان البلكونة آآ واسعة من الرموز اللي بدلها على تحسن آآ في احوالها بشكل عام. وفي الاخص من النحية المادية. لما تشوف الشخص نفسه انه بيسقط من البلكونة. سقوط من البلكونة للأسف بيدل على آآ زنب. آآ كمان آآ من الرموز اللي بدل على فشل. وعلى حص زي. آآ كمان لما يشوف انه بيقفز من البلكونة. فاحيانا بيشوف انه بيقفز مش بيرمي نفسه. يعني بشوف انه بيقفز من مكان لمكان من البلكونة. فده تحسن آآ في آآ احواله كمان لو كان عنده خلافات فهتنتهي. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ صدقات آآ جديدة. آآ كمان القص اللي لما يشوف انه بيقفز آآ برضو لمكان افضل وراح لمكان افضل. فبرده احيانا بتدل على وظيفة جديدة او آآ مكانة هو هيحصل آآ عليها. آآ ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية البلكونة آآ في المنام. آآ اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.